القصف ما زال مستمراً قصف جوي وقصف مدفعي أيضاً ثقيل طائرات الأباتشي تقريباً لا تترك أجواء هذه المنطقة نسمعها بين الحين والآخر تقترب من هنا وأيضاً نسمع أصوات القصف من خلفنا يبدو أنها في اللحظات الأخيرة كانت تستهدف مناطق داخل مدينة غزة لأننا نرى هذه الأعمدة الدخانية تتصاعد من منطقة الشجاعية الآن الأعمدة الدخانية التي ترونها عبر عدسة الكاميرا هي في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة وأيضاً هناك كان قصف أيضاً في مناطق أعمق قليلاً إلى الغرب قليلاً من مدينة غزة قد تكون أيضاً منطقة التفاح والدرج التي نعلم بأنها مناطق تجري فيها اشتباكات ما بين قوات الاحتلال وما بين مقاتلي المقاومة الفلسطينية أيضاً بين الحين والآخر قبل قليل فقط سمعنا أصوات أسلحة رشاشة قد تدل هذه الأصوات على استمرار الاشتباكات في هذه المنطقة في غزة تحديداً أتحدث ويبدو أيضاً بأن هناك اشتباكات ضارية ما زالت في منطقة جباليا جباليا المخيم نحن نعلم بأن جباليا قبل الشهر من الآن قال جيش الاحتلال بأنه طوقها وقبل أكثر من أسبوع قال بأنه سيطر عليها عملياتياً لكن رأينا في الأيام الأخيرة اليوم أمس أول أمس كان هناك اشتباكات ضارية جداً في جباليا وبالأمس كان أعلن جيش الاحتلال بأنه استهدف نفقاً رأينا الفيديو الذي وزعه جيش الاحتلال لنفق محكم كبير جداً فيه أيضاً أماكن للمكوث وأيضاً تشتبك فيه أنفاق أخرى أو يتصل بأنفاق أخرى أعلن الجيش أنه فجره في منطقة جباليا فيه أيضاً خلص خمسة جثث لمحتجزين إسرائيليين هذا أيضاً ربما يدل إما على البلبلة الإسرائيلية وإما على ادعاءات غير واضحة في أحسن الأحوال وكاذبة في أسوأ الأحوال قال بالأمس جيش الاحتلال بأن هذا النفق يستخدم لإدارة أو لقيادة شمال غزة ولكنه قبل ذلك أعلن بأن الأنفاق التي وجدها في مدينة غزة تستخدم لقيادة فرقة غزة وقبل ذلك أعلن بأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء هي مركز لقيادة الشمال ومدينة غزة وبالتالي لا نفهم بالضبط ما الذي يقوله جيش الاحتلال وما هي الإدعاءات الصحيحة من غير الصحيحة الآن أيضا نسمع صوات أسلحة رشاشة في منطقة قريبة من هنا يبدو بأن هناك اشتباكات في مدينة غزة التي يحيطها جيش الاحتلال ويقول بأنه يسيطر على شمال مدينة غزة أو على مناطق واسعة من شمال مدينة غزة القصف أيضا كان يستهدف مناطق في جنوب المحافظة الوسطى لقطاع غزة واليوم أعلن جيش الاحتلال بأنه خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية كان قد استهدف مئة هدف في قطاع غزة يتحدثون عن أمور طوال الوقت مكررة مثل استهداف ورشات لتصنيع الأسلحة واغتيال مقاتلين فلسطينيين وأنفاق وما إلى ذلك وكلما تم اكتشاف أنفاق أكثر كلما تكشف أيضا حجم الفشل لسخباراتي الإسرائيلي الذي لم يتوقع بتاتا شبكة الأنفاق الكبيرة هذه بالإضافة إلى صعوبة القتال إلى صعوبة العثور على هذه الأنفاق وأيضا صعوبة تفجيرها أمس قال الناطق العسكر الإسرائيلي بأنهم استخدموا 13 طن من المواد المتفجرة من أجل تفجير هذا النفق في منطقة جباليا وعلما بأنه أيضا هناك نقص في هذه المواد التفجيرية ضمن النقص في الذخيرة العامة في أعقاب أيضا الحرب على أوكرانيا وبالتالي هناك مشكلة في قضية الذخائر في إسرائيل هذه هي الصورة الميدانية قبل قليل كان هناك نشر نعم تفضلي تفضلي إيمان نعم كنت أقول بأن كان هناك نشر ملفت في دعوت أحرنوت قبل قليل يتحدث بأن المستوى الأمني هنا أيضا هناك غارة جديدة هنا على غزة مدينة غزة نعم أتحدث عن دعوت أحرنوت تنشر جديد بأن هناك خطة قدمت لمجلس الحرب من قبل المستوى الأمني بالنسبة للمرحلة الثالثة للحرب والانتقال من المرحلة الثانية إلى الثالثة وهي أشبه بما قلناه أو تحدثنا عنه قبل فترة بمعنى أن يكون هناك شيء عابر للمراحل أو قتال عابر للمراحل بمعنى أن المرحلة الثانية ستستمر في خان يونس فيما ستبدأ مرحلة جديدة في شمال قطاع غزة المرحلة الثانية في شمال قطاع غزة ستتضمن انسحاب أعداد كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق خاصة إلى الحزام الأمني الذي يجري تنفيذه في هذه الأيام وتجهيزه سيكون هناك نقاط محددة سينسحب إليها الجنود في هذا الحزام الأمني لن يسمح للسكان بالوصول إلى تلك المنطقة بالسكان الغزيين بالطبع سيدخل هذا الحزام الأمني إلى عمق أكثر من كيلو مترا واحدا إلى المناطق الشرقية داخل قطاع غزة وأيضا خلال المرحلة الثالثة السماح للسكان للنازحين الذين أجبروا على ترك شمال قطاع غزة السماح لهم بالعودة ستكون مشروطة سيكون فقط أعداد معينة يسمح لهم بالعودة هذا يذكرنا بما حصل بالأمس في بيت حنون شمال قطاع غزة كان هناك قصف مدفعي عنيف استهدف السكان الذين حاولوا العودة إلى منازلهم إذن حتى هذه اللحظة لا تسمح إسرائيل للسكان بالعودة أيضا تفصيل آخر كشفته يدعوت أحرنوت بأن المرحلة الثالثة يتوقع بأن تستمر ما بين التسعة شهور إلى سنتين وبعدها لن يكون حماس منهارا كما تقول القيادة السياسية لن يكون حماس منهارا ولكن الجيش يتحدث عن إضعافه عسكريا شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميلة إيمان جبور مراسلة الغد كنت معنا من غلاف غزة شكرا لك إيمان 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 شكرا لك إيمان